ماذا تعني عبارات التالية السحب على التوالي مع الارجاع السحب على التوالي دون ارجاع السحب معنا شوف انا لو عندي صندوق ويز نفترض انه في عدد من الكرات الزرقاء وعدد من الكرات الحمراء مديت ايدي وبدأ اسحب كرتين انا من الصندوق ويز نفترض هيك مديت ايدي وطلعت كرتين معا يعني بمدي ايدي هيك بطلع كرتين وخلص خلصت على طول الان في طريقة ثانية اسحب فيها انا برضو بتصحب كرتين بس ايش ده سوي اصحب كرة اولا كويس بشوف لونها بسجله ارجع الكرة ثم اصحب مرة ثانية هناك امكانية انه الكرة اللي سحبتها اول مرة ترد تطلع معها مرة ثانية هذا اسمه على التوالي مع الارجاع السحب معنا حكينا عنه امدي ايدي اسحبهم مرة واحدة التوالي ما ارجع اصحب كرة شوف لونها رجعها اصحب مرة ثانية دون ارجاع اصحب كرة تشوف لونها بطلعها بره ما بترجعها على الصندوق بعدين بتسحب الكرة الثانية هذا اسمه على التوالي دون ارجاع طيب احتوي صندوق ثلاث بطاقات متماثلة كتب عليها الارقام من واحد الى ثلاث يعني عندي بطاقة مكتب عليها الرقم واحد بطاقة مكتب عليها الرقم اثنين بطاقة مكتب عليها الرقم ثلاث طبعا لازم نحكي ان البطاقات هذه متماثلة وما في يعني ما في طريقة اني انا بس امد ايدي اشعر هذا البطاقة تحمل رقم كم كويس سحبت من الصندوق بطاقة ثانية على التوالي مع الارجع ايوا خلنا اكتب الفضائي العايني تاعها را نسحب بطاقتين بس البطاقتين ما سحب Learning سحبهم مرة واحدة يا سحبهم واحدة واحد ب السحبة الاولى السحبة الاولى ممكن يظهر عليها اما البطاقة واحد ياما البطاقة 2 ياما البطاقة 3 طيب نفترض الآن لما أدخل لما أسحب البطاقة 1 في السحبة الثانية من رجعت السحبة ترجعتها ممكن تطلع معي البطاقة كمان مرة واحد أو ممكن تطلع معي البطاقة 2 أو ممكن تطلع معي البطاقة 3 وهكذا بنسبة للبقية يعني يا 1 يا 2 يا 3 هنا يا 1 يا 2 يا 3 هيك عدي يا هم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إذن عدد عناصر الفضاء العيني رح يكون 9 الفضاء هين كتبته الفضاء العيني رح يطلع معاك بهذا الشكل اللي بدنا نكتبه على شكل هذا يا إما بعمل ومحاور هيك أسهل لي إذن البطاقة الأول رح يكون علي 1 يا 2 يا 3 البطاقة الثانية يكون علي 1 يا 2 يا 3 يمكن يطلع معي 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 هذا هو الفضاء بدون ما أكتبه بشكل أزواج هاي كتبنا الفضاء ما احتمال أن يكون العددان الظاهراء بتقدر عددين فرديين هنا بدك تروح تدور على الأعداد الفردي هسا رح نحط علامة بالأخضر على اللي بيحققوا الشرط أنه عددين فرديين هذول عددين فرديين هذول عددين فرديين واحد وثلاث 2 و1 لا 2 و2 لا 2 و3 لا بدون 2 فرديات هاي فردي وهاي فردي إذن رقم ثلاث لامحان بساوي أربعة على تسعة انتهى السؤال رقم أربعة احتمالا يكون مجموعة عدين ظهر عمتطين أكبر من ثلاث إذن هنا لازم نجمع نمسح هذول ونطلع المجامعة اختلف السؤال ونطلع المجامعة يلا خنطلع المجامعة واحد زائد واحد اثنين هنا ثلاث هنا أربعة واحد زائد ثلاث أربعة ثلاث أربعة خمسة أربعة خمسة ستة بدون مجموعة البطاقتين أكبر من ثلاث شوف اللي بحق الشرق من اللي أكبر من ثلاث أكبر من ثلاث يعني مش يساوي ثلاث يعني هاي بدي عدها هاي بدي عدها هذي بدي عدها وهذي بدي عدها وهذي وهذي هذول كلهم أكبر من ثلاث عد اللي إياهم إذن لامحا ايش بتساوي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة ستة على تسال هيك بكون انتهى المثال نكمل على حل التدريبات بدنا نحل المثال لو كان السحب للبطاقتين على التوالي دون إرجاع نرجع للمسألة الآن بدنا نرجع بس هالمرة بده السحب يكون على التوالي دون إرجاع طيب كيف يعني على التوالي دون إرجاع يعني بسحب بطالقة والثانية بس أسحبها ما برجعها خلنا نتخير الفضاء العيني للسحب على التوالي دون إرجاع كيف راح يكون شكله نلغي السؤال الأول ونبدأ نحل ونشوف هل الفضاء العيني راح يظل تسعة ولا راح يختلف ولا كيف نظامه لأنه ممكن في السحب الأولى طلع البطاقة إما واحد أو اثنين أو ثلاث حلو السحب الثانية مدامك أنت سحب بطاقة واحد معناته الواحد البطل موجود في الصندوق وما رجعته مني إذن يا بسحب يا ثنين يا ثلاث معناته الأميقة تبعتك راح يكون فيها يا إما واحد وثنين أو واحد وثلاث تمام؟ أو ثنين وثلاث ثنين وثلاث ثنين وثنين ممكن تبين ثنين وواحد ثنين وثلاث وهون الثلاث ممكن يبين معها يا إما ثلاث وواحد يا إما ثلاث واثنين ثلاث وواحد أو ثلاث واثنين إذن هاي البطاقات اللي ممكن تبين معاي عند السحب ما قدر أعملها شجرة زي ما سويت هيك أو أعمل هيك قد العناصر هون واحد ثلاث أربعة خمس ستة إذن هون اختلف الفضاء العيني صار ستة الآن خلينا نجاوب على السؤال اكتب الفضاء كتبناه ما احتمال أن يكون عند الظاهر ما بتقطن عددين فرديين إذا دور لي على العددين الفرديين هنا منروح منلون على مين من هذول العناصر اثنين فرديين هذول اثنين فرديين وهون هذول بكتب일 حيثنين فرديين إذا بطلع الجواب lambaha يساوي ثنين على ستة بالن مجموع لدين ظاهرين أكبر من ثلاث واحد وثنين أكبر من ثلاث لا واحد وثلاثاهب أكبر من ثلاث نعم حطها عليها صاح ثنين وواحد لا ثنين وخت ثلاث آؤ ثلاثا ثلاثا ثلاثikkeة وواحد أكبر من ثلاث ثلاثا ثلاثث إذن رحيطSince هذول إض idée سHay一 السؤال لو كان السحب على التوالي دون إرجاع. شو ظل علينا؟ السحب للبطاقتين معا. دعني فرح. كيف سحب البطاقتين معا؟ يعني أنا البطاقات اللي موجودة عندي من واحد لعن ثلاث. كويس؟ الآن ممكن أجي أسحب البطاقة واحد مع البطاقة اثنين معا. هاي سحبتم هاي اسم سحب الأولى. نعيد من أول. كأننا رجعناها نعيد من أول. ممكن أسحب واحد مع ثلاث. هاي كمان امكانية. او ناتج من النواتج. ممكن أسحب اثنين مع ثلاث. طيب في ايش ثاني واحد مع ثلاث سويناها. مو ثلاث واحد وثلاث واحد ثلاث نفس الاشي لانه هنا الترتيب مش مهم لانه بسحب مع بعض قاعد. طيب اذا هنا كم عدد عناصر الفضائي العيني. عين اوميغا قديش رح يكون. عدهم رح يطلع ثلاث بس. خلصنا القصة. يعني يعني عندي واحد واثنين او واحد وثلاث او اثنين وثلاث. ممكن يظهر ثلاث ثلاث. ممكن يظهر واحد وواحد ذلك انه انت بطاقة واحدة فيها واحد. الان نرجع للحادث. نجاوب الحادث. العددين الزاهرين فرديين واحد وثلاث. مس. اذا بها الحالة رح يكون عندي لامحة في هاي الحالة هي عبارة عن واحد من ثلاث. ويكون مجموعة ضادين ظاهرين اكبر من ثلاث. عندك واحدة اللي واحد وثلاث واثنين وثلاث. اذا لامحة رح تكون اثنين على ثلاث. هيك من يكون حلين السؤال كاملا لو كان نستحف على التوالي من ارجاع او دون ارجاع او معنا.